أسألك سؤال ممكن مين عثمان طاها ما تعرف عثمان طاها مهندس الشاعر لا مو شاعر هو بيهندس أمور أخرى بس مش معمارية هو عثمان طاها هو مسؤول هو عنده مسؤولية ضخمة جدا شخصية معاصرة هو عايش حاليا شوفكم كلمحت اسمه في حتة هلا 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 الله يكرمك يا ماما خليكم أحمد الشغيري ولدك يحبك يسميك القمر في التليفون عارف المعلومة دي نعم سألك سؤال سريع تعرف يتجاوبي ولا لا مين هو عثمان طاها مين ايه عثمان طاها هذا الخطاط المصحف ما شاء الله انت ولدك علامة هو علامة وانت علامة ترى الواحد بيقرأ القرآن شوف السنين ما عمري فكرت انه هذا ترى خط يدوي يعني كنت محسة بصراحة انها يعني خلاص كمبيوتر وفونت موجود وانطبع وانتهينا لا طلع هذا الخط اللي قاعدين نقراه احنا واحد شخص إنسان قاعد خط القرآن كله بيده من أوله لآخره المصحف الشريف المصحف المدينة المنورة لما تفتح من الخلف ستلاقي مكتوب بعون الله وتوفيق تم طبع هذا المصحف وبعدين في الأخير الخطاط عثمان طاها هو هذا هنقابله أول مرة قابله بسم الله السلام عليكم حيا الله شيخنا أهلا وسهلا كيف حالك إن شاء الله بخير مرحبا كيف أمورك الله يكرمك الله يكرمك عثمان طاها يعني سبحان الله الواحد يشوفوا هذه على طول كده بغنطيس يد تقبلها لأنها يد يعني قضت أكتر من ثلاثين أربعين سنة في كتابة المصحف كتابة القرآن بجميع الروايات هولي 12 نسخة كل خط يد والله أنا عشقال الخط ما يبني التعب يعني أكتب حتى التعب حتى أحيانا الآن أكتب الخط أشقال على الأرض متع متع اي نعم الشغف متجسد فيه شغفه في كتابة المصحف ما يبني الدنيا كلها ما يبني أنا والخط انت والخط بس عندك تقوص معينة قبل لا تبدأ أنا ما كتب صفحة من المصحف اللي كلها إلا على وضوء هنا فالمصحف الواحد تقريبا كم ياخدك وقت كتابته كم ياخد وقت عشان تكتب القرآن الكريم كاملا بخط اليد أسبوعين خط اليد طيب حقك كمواطن أنك تقول شهرين ستة أشهر سنة ونص ستة أشهر شهرين شهر سبوعين لا صعبة سبوعين كيف تعتقد أنه يأخذ مصحف؟ دو عام دو عام من يفوز فيكم؟ من التلاتة؟ سنتين سنتين سنة 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 سنتين ثلاث سنوات ثلاث سنوات عمل يومي عمل يومي عمد لله بالنسبة لكتابة القرآن يعني الإنسان المؤمن اللي يومي بالدين وبالآخرة ويومي وجود الله القرآن مخيف صعب 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 يعني خاصة عندك وصف الجنة وصف النار وصف الجنة بمرتاحة أنا بحب أنه ما تخلص العيات يعني انت جاهنا أنا جهنة وعذاب جهنة وكذا كذا كذا شو يدي بترجوه؟ سبحان الله بعرق أنا عاد ثم بعرق ونبحث عن حالي شيخ عثمان دا حين فيه يعني اللي حيشوفوا اللقاء دا يمكن ملايين مسلمين فإيش تحب تطلب منهم لما يقلوا القرآن يدعو لي يدعو لي يعني يحفظي عيني وجوارحي مشان أكمل عملي وعمري تقدم كتير الحمد لله أنا الآن جاوز الخمسة واثمانين إن شاء الله الله يطول في عمرك في البركة والخير ربنا يحميك من كل الشعر عمين ربنا يسترق دين ودنيا وآخرة يسترق يسترعي عليك ربنا يوافق أولادك يحفظ زوجتك يهزي المحبة بيناتك اللعين 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 945 اشتركوا في القناة